اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة اورانوس في الثور نيبتون في برج الحوت وبلوتو في برج الجدي اما بالنسبة للتوقعات العامة لتوقعات الشمس وتأثيرها على الحمل خلال هذا الشهر اول اشي بدهم ينتبهوا لصحتهم الفترة المقبلة غير مريحة وتعتبر هاي الفترة من اكثر اشهر السنة صعوبة لانه الشمس موجود في الحوت وهو بيت متاعبكم فبتدل الفترة على التراجع والخسارة فرح يكون فيه مماطلة وتأخر وممكن تلاقي حالك ما عندك طاقة لشيء ومور كثيرة بتتراكم عندك واللي رح يوعدك بشيء ما رح ينفذ وعده واللي بيضحك بوجهك فممكن يكون بيضحك عليك من باب التضليل فلا تغامر بشيء كبير لا بمرحلة ولا بمشروع ولا بعقد حاول انك تجمد حالك من الامور المهمة لغاية عشرين الشهر ممكن تفقد بعض المقتنيات او الملفات وممكن تشعر ببعض التعب والاحباط لازم تنتبه وتحذر وخاصة في الاسابيع الثلاث الاولى من تراجع صحي او عملية جراحية او حوادث طارئة بعد عشرين الشهر بيتغير الجولة مصلحتك وبتكون الفرصة ممتازة للتعويض اللي فاتك خلال بداية الشهر وبيكون عندك القدرة الكبيرة اللي عمل اشياء كثيرة وبيكون في حظ كبير هيك الشمس تحكي لك يعني هيك توقعات الشمس خلينا ننظر للخارطة الفلكية ونشوف كل بيت ايش اللي اهم المجريات اللي رح تأثر عليه بالنسبة لبيتك الاول وهو بيت الشخصية يعني بشوف انا اول يومين او ثلاث ايام من الشهر يعني فيه نوع من انواع الضغط النفسي بتحس حالك انك مرهق بتحس حالك انه ما عندك طاقة لشيء ما عندك قبول لشيء ما عندك اهتمام لنفسك فيه نوع من انواع التعب النفسي او الرهاق النفسي او بعض الافكار اللي بتتردد عليك خلال فترة هاي طبعا خلال الشهر منلاقي انه الفترات اللي هي الطبيعية العادية تستمر عليك طولة الشهر انه يعني انت ما بتشعر بهاي اللي انا حكيته ولكن اول ثلاث ايام هذا الشعور السائد اللي رح يكون افضل فترات للحال النفسية عندك رح يتكون اللي هي يوم ثلاثة عشر ويوم اربعة عشر الشهر ويوم ستة وعشرين ويوم سبعة وعشرين الشهر اما بالنسبة لبيت المال واللي بيتعلق بالاعمال الاضافية بتعلق بالدفعات المالية بالهبات بالهدايا فانا بشوف من بداية الشهر عندك اول يومين فيهم طاقة ممكن انه يكون فيهم نوع من انواع الخير لالك وعندك من عشر الشهر لغاية ثمنتعش الشهر في امور فيها اموال ممكن تجيك من عمل اضافي ممكن يكون فيه نوع من الهبات ممكن انه تجيك هاي الاموال عن طريق مساعدة او هبة يعني فيه ابواب بتشتغل على هذا المنطق ولكن انه يوم من عشرين الشهر لغاية يوم خمسة وعشرين الشهر بتزيد عليك المصاريف اكثر يعني بصير فيه نوع من انواع الفوترة ضغط المالي المصاريف مشتريات مش ضرورية بتتركز على هاي النقاط اما بالنسبة لبيتك الثالث فانا بشوف انه طيلة الشهر هذا يعني من بدايته لنهايته عندك نشاط عندك حدس عالي جدا سرعة بديهة عالية جدا عندك قدرة على الاقناع عالية جدا ممكن يكون عندك سفرات قصيرة ممكن اللي بيشتغلوا في مجال التسويق يبدعوا في عملية انه ترويج للسلع او للاشياء المهمة خلال الفترة هاي ممكن انه يكون فيه اشياء لها علاقة بالامتحانات يعني وبتكون برضو ايجابية دعملة لك بشكل قوي اذا دخلت بنقاشات او مناظرات خلال الفترة هاي فبكون عندك قدرة على توصيل المعلومة وبتكون لك الغلبة طيلة الشهر فيه علاقات لها علاقة بالاخوة او الجيران تزداد في الشهر هذا كثير بتلاقي فيه نوع من انواع التواصل ما بينك وبين الاخوة ممكن يكون فيه بعض المناسبات او بعض الاشياء اللي بتتعلق بالاخوة ممكن يسندوك فيه مسألة معينة وممكن يصير فيه عمل مشترك ما بينك وبينهم بالنسبة لبيتك الرابع بيت البيت منلاقي انه من بداية الشهر من واحد الشهر لغاية 11 الشهر الوضع هادي وطبيعي على طبيعته المعتادة اللي انت على حسب ما انت عايش في بيتك هذا طبعه الروتيني ولكن من يوم 12 الشهر ولغاية يوم 28 الشهر بصير عندك اهتمام حاد وعالي جدا بالبيت بافراد البيت فيه احداث رح تصير في البيت ايجابية طبعا ممكن يصير عندك تغيير للبيت ممكن يصير عندك ترميمات للبيت او تصليحات للبيت ممكن يصير فيه نوع من انواع الفرح او المناسبة السعيدة جدا داخل البيت ممكن ميلاد ممكن ترزقه بطفل جديد ممكن امر الو علاقة بخطبة او زفاف وممكن دخول شخص جديد على هذا البيت اللي بكونوا مسافرين بالفترة هاي بصير عندهم حنين كثير للعودة لأرض الوطن او لبيتهم الام بتزيد العلاقة او الاهتمام بصحة احد المقربين للكم وخاصة بيكون في هاي الفترة الاب هو اللي تحت النظر فيه نوع من انواع التفاهم والتوائم والوفاق على نطاق البيت ككل اما بالنسبة لبيتك الخامس فانا شايف انه من بداية الشهر في بعض الفرص العاطفية في بعض اللقاءات العاطفية ولكن مش بالقوة المرجوة مش بالشيء اللي انت بتتمنى مش بالطاقة الكبيرة اللي انت بترغب لها ولكن من يوم 12 الشهر ولغاية نهاية الشهر بصير في عندك فرص كثيرة عاطفيا ممكن خطبة ممكن ارتباط ممكن تطوير علاقة من صداقة لمرحلة الحب والارتباط بكون فيه نوع من الشغف فيه منكو رح يبدأ علاقة عاطفية او غرامية في خلال الفترة هاي بكثر في هاي الفترة اللي هي الخروج المرح الترفيه نوع من انواع التواصل مع الحبيب بطريقة مباشرة وقوية جدا ما فيه اي سلبيات الا في يومين تقريبا اللي هو يوم ثمانية ويوم تسعة بدكوا تحذروا من مزاجكم المتقلب من عصبيتكم ردات فعلكو ممكن في هاي الفترة يصير فيه عكس الاشي اللي انا حكيته يعني ممكن يكون فيه صدامات او خلافات وتكبر في هاي الفترة بالنسبة لبيتكو السادس بيت الصحة وبيت العمل بلاقي انه معظم الشهر فيه ايجابية قوية جدا فيه نوع من انواع التواصل على مستوى العمل ممكن انتو تبدأوا بعمل جديد او تبتكروا عمل جديد او تدخلوا بتوظيف او وظيفة جديدة فيه منكم ممكن يقدم لطلبات خلال هذا الشهر ورح تكون ايجابية للحصول على وظيفة جديدة بتسيطروا على اعمالكو بتقدروا تنجزوا الاعمالكو بشكل ايجابي ما فيه اي ضغوطات بالنسبة للعمل خلال هذا الشهر يعني بالقوة الهائلة الا فيه ايام محددة بدك تنتبه فيها على صحتك وعلى عملك وانجاز اعمالك اللي هو يوم اثنين الشهر ويوم تمانية الشهر ويوم تسعة الشهر اما باقي الشهر فهو جيد على مستوى بيت العمل والصحة صحتكم جيدة ومستقرة ما فيه اي تطورات صحية اما بالنسبة لبيت الشراك المالية والعاطفية بيتكم السابع فانا بلاقي انه اول يومين من الشهر جيدة بالعكس اتصل لمرحلة الممتازة وممكن توصلوا لمرحلة طرح فكرة او مشروع معين وتقدروا تتواصلوا مع شركائكم ممكن تبدأوا بمشروع معين او توقعوا على عقود معينة او جراءات معينة لتطوير او بداية عمل جديد ولكن بدكوا تحذروا انه طول فترة الشهر بتتراوح بابين ايجابية وسلبية ما فيها الضغط الكبير اللي موجود ولكن من يوم عشرين الشهر وللا نهاية الشهر بدكوا تحذروا من اي خلافات بينك وبين الشركاء ماليا وعاطفيا يعني شريكك العاطفي المقصود فيه اللي هو الزوج او الزوجي فبدكوا تحذروا من الخلافات الصدامات وممكن تحتد الامور توصل لمرحلة انه لتشنج عالي جدا في العلاقة لدرجة انه ممكن يصير خلافات او نزاعات قوية جدا ما تقدروا تسيطروا عليها خلال هذا الشهر فعشان هيك بدكوا تمسكوا عصابكوا ما في داعي للتهور ولا في داعي لفقدان السيطرة لاجل انه ما تتفاقم الامور بشكل اكبر بالنسبة لبيتك الثامن بيت الديون والمواريث بيت الغيبيات بدك تدير بالك انه في اول يومين من الشهر يعني في نوع من انواع الضغط رح يكون عليك ممكن التزام بديون فقدان مال ممكن سرقة مال ممكن ينتصب عليك في اشياء لها علاقة بالمخالفات القانونية ممكن التسرع بعض المواجهات مع رجال القانون حاولوا انكم تمسكوا عصابكوا بالفترة هاي قدر الامكان خلال الشهر بتراوح بابين ايجابية وسلبية ولكن بطرق بسيطة بنقدر نحيي انه هو روتيني ما فيها الشيء القوي ولكن انه يعني بيظل الامر مستقر الا خلاف اللي هي اول يومين تحتد فيها العصبية وتقريبا يوم تسعة وعشرين ويوم ثلاثين اما اذا كنت ناوي على قرض او ناوي على طلب مساعدة مالية خلال الشهر هاد فما عندك الحظ الا بيجي في يومين اول اشي اللي هو يوم ثلاثة عشر ويوم اربعة عشر شهر وعندك يوم ستة وعشرين ويوم سبعة وعشرين هادو الافضل يومين لا طلب القروض او المنح او المساعدات بالنسبة لبيتك التاسع بيت السفر بيت الامتحانات سفر البعيد بيت الامتحانات اللي عنده تجديد اقامة او سفر او امتحانات او شيء له علاقة بالاستراد والتصدير او علاقة مع اجانب او علاقة مع اشخاص خارج البلاد اقوى فترة ممكن انها تأثر عليك الفترة هاي وتعطيك الايجابية الكاملة هي من يوم واحد الشهر لغاية يوم ست الشهر تقدروا تجددوا اقاماتكو بتقدروا اه تطلب فيزا او لاهجرة او لسفر بيزيد اقبال موليد برج الحمل على السفر بالفترة هاي لدرجة انه بكون في رغبة عارمة عندهم فيه فرص ثانية بتكون خلال الشهر هاد هي من يوم اه ثمنطعش لنهاية الشهر ولكن انه اضعف من بداية الشهر يعني فيه حضوظة بتدعمك في هذا المسألة ولكن قوتها في بداية الشهر ومن يوم ثمنطعش الشهر لحتى نهاية الشهر بتكو تحذروا من يومين او بنا نحكي بتكو تحذروا من اربع ايام لانه بيجي نصف بنصف فعشان هيك من نحكي الاربع ايام هدولا بدي يكون فيهم حذر اللي هو يوم اربعطاش خمستاش ستاش سبعطاش اللي عنده سفر او عنده امتحان بده ينتبه اول اشي ما يعتمد على ذكاؤه بده يدرس بشكل جيد ما يعتمد على الحضوظ ممكن يدخلوا بخلافات مع المؤسسات التعليمية مع مدرسين او مع طلاب داخل المراكز التعليمية وممكن يصير فيه نوع من الغاء السفر يعني بكون حاجز ولكن بصل متأخر على المطار فبتروح الطيارة عليه او بفقد فيستو او بفقد جواز سفره او ممكن يصير معاه حادث لا سمح الله على طرق المفتوحة فعشان هيك بدهم يديروا بالهم اما بالنسبة لبيت السمعة بيتك العاشر فانا بشوف انه يعني اغلب يعني لغاية انه نحكي احنا اتناعش الشهر من واحد ثلاثة لغاية اتناعش الشهر يعني هذا حاد جدا على مستوى السمعة وخطر جدا على مستوى السمعة فعشان هيك ما لازم تخالف قوانين ما لازم تدخل بمواجهات مع المؤسسات الكبيرة او المؤسسات الحكومية ما تحاول تدخل بمشادات كلامية مع رجال الدولة حاول انك تحافظ على سمعتك من اي تهور او مغامرة اذا انت بتشتغل في المؤسسات الكبيرة دير بالك من النزاعات او الخلافات ما بينك وبين زملائك في العمل او رؤسائك في العمل الفترة هاي صعبة جدا مشحونة بطاقة سلبية جدا فحاول انك تحمي حالك وايضا في عندك كمان ثلاث ايام اللي هم يوم 27 ويوم 28 ويوم 29 برضو نفس الاشي بدك تكون حذر فيها اما بالنسبة لعلاقاتك العامة فحاول انه من يوم واحد الشهر لغاية يوم 12 الشهر انه انت ما تفرض سلطتك على اصدقائك ما تحاول انك تنتقد اصدقائك ما تتدخل في شؤونهم ممكن تخسر صديق بلحظة غضب او بتسرع منك هاي الفترة حادة جدا لدرجة انه ممكن تخلق لك اي مشكلة في اي مناسبة او انك تحتد في مناسبة معينة تكون مدعولة الها فتسبب لك خلافات او انك تفقد صداقة ما بينك او علاقة انت لها فترة طويلة ما بينك وبين اشخاص وممكن برضو تكتشف بعض الاصدقاء اللي بتامروا عليك او اللي بيستغلوك بالفترة هاي فانت تنهي علاقتك فيهم وعندك برضو كمان اللي هو ثلاث ايام اللي هو يوم 27 و 28 و 29 اما باقي الشهر فبكون فيه اشياء ايجابية دعم للك وكثير من المناسبات اللي ممكن يتم دعوتك لالها والعلاقات جديدة وممكن بداية صداقات جديدة اما بالنسبة لبيت متاعبك وهو تقريبا اللي مسيطر عليك طول الشهر بسلبية فبدك تحذر انت من التكاسل بدك تحذر من تأخرك عن العمل بدك تحذر من عملية تراكم العمل عندك ما تحاول انك تغيب عن عملك او تتأخر عن عملك حاول تنجز قدر الامكان اعمالك بوقتها ما تخليها تتراكم عليك وبرضو ما تأمن بسرك لأي احد لانه ممكن انه يستغلك فحاول انك انت تنتبه هذا اسمه بيت متاعبك وحاول انه مناطق مشبوهة او مناطق فيها خطر حاول انك انت ما تروحش عليها وخاصة مناطق انت اول مرة بتزورها هيك بنكون انتهينا من توقعاتنا لهذا الشهر اسأل الله انه الخير يصيبك والشر ربنا يحميك عنه وفي النهاية منقول والله اعلم سبحانك اللهم وبحمدك اشهد ان لا اله الا انت استغفرك واتوب اليك يا رضى الله ورضى الوالدين اترككم في رعاية الله وحفظه الى اللقاء اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة